فالموضوع ما بقاش مرتبط بس هل ده بقى فيه اقبال يعني النمط اللي حضرتك بتشتغل عليه بان انا عايز اغير ثقافة المواطن المصري بانه يشتري بكميات بسيطة باسعار فيها مزايا ده موجود يعني هل ثقافة ان انا عايز اغير زيت عربيتي فروح اشريع عن طريق موقع فده هخليني اخد خدمة افضل ولا التوكيل هو بالنسبة لي الامر الاسهل ليه المواطن يعني التجارة الالتجارة الالتجارة لا انا مش هارف اغير زيت عربيتي لا اهو طبعا فيه وسائل خدمات بتبقى خاصة هو بيشتري بس الزيت نفسه وبيقدر يغيره في اي مركز لكن الفكرة كلها اننا نرجع لوصف التجارة الالتجارة 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 وهو ده هدف رئيسي لشركة جوميا بتطمع اليه يعني ان احنا بنبني شبكة او ندر نقول اكبر شبكة من الموزعين والشركات العرضة والتجار المتواجدة في مصر واقدر اوصلها كلهم على تطبيق جوميا او موقع جوميا لا يمواطن مصري بالتالي انا كمواطن دلوقتي مش محتاج ان انا اروح منطقة تسويقية معينة او مولات معينة لا انا من مكاني بقدر ان انا اكونكت او اتواصل باكبر عدد من التجار والشركات فبالتالي اولا بوصل الى منتجات مش من السهل ان انا اعرف الوصول لها او مش عارف بتتباع فين او اقدر اوصل لاحسن سعر لان انا بقدر اقارن ما بين الاسعار اللي بقدمها تاجر واخر او شركة واخرى وكل الاسعار دي احنا مش المنتج مش كل منتج بيباليه عرض واحد لا احنا عندنا منتجات بيباحة يعني اعداد كتير اسعاد مئات من العارضين فبالتالي دي بتخلق نوع من انواع التنافس اللي في النهاية بيصبح بمصلحة مستهلك انه بيلاقي احسن سعر بيدور عليه بس فكرة الندرة انا كنت بيتهيئة لانها هي الفكرة اللي اتبنت عليها التجارة الالكترونية يعني ان انا عايز اشتري حاجة من مكان هو المكان ده صعب علي ان انا اوصل وبالتالي انا بجيب وسيط علشان هو عنده القدرة هيسهل لي لما هيكون في اعداد كبيرة فهو مش بيشتري ليه لوحدي وبالتالي انا النهاردة هستفيد لكن انا مثلا هشتري ادوات غزائية وحضرتك عارف ان السلاسل التجارية موجودة في كل مكان ان الموضوع هيبقى مرتبط بالجودة بخدمة التوصيل واحنا عندنا مشاكل في خدمة التوصيل ومن هنا كمان حضرتك هل بقى فينا جايح في تغيير ثقافة المواطن في شراء بعد الاحتياجات الاساسية طيب خليني يعني افصل الموضوع الى شقين اولا خدمات التوصيل ودي هنتكلم عليها وتنوع المنتجات لا 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 بالعكس يعني بس خليني نتكلم عليها بعد كده بس خليني نتكلم الاول دلوقتي على تنوع المنتجات بالضبط اشتري اللي مش موجود في مصر او اللي انا مش قادر اشتريه بشكل هي مش مسألة ان انا عشان عندي او اعرف مكان بيبيع منتج معين والتالي ان انا ملتزم بشراء من المكان ده هي الفكرة كلها هي عمليات شراء هي نمط شراء مختلف سهولة الدخول لمواقع تجارة الالكترونية بتسهل للمواطن او المستهلك ان هو يقدر ان هو يدور على اكبر عدد من المنتجات فبالتالي مش شرط ان انا اعرف مكان معين بيبيع منتج معين بس انا ممكن يكون فيه منتجات تانية انا ما عنديش فكرة عنها او يعني احنا وانتي عارف ان احنا اطلقنا يعني في خلال السنتين اللي فات دول حملة دعم لمنتج المنتج المصري كان فيه اعداد كتيرة جدا من المصريين ما تعرفش ايه المنتجات المحلية الصنع وبالتالي بعد زيادة اسعار المنتجات المستوردة والغلو اللي حصل طبعا كان الهدف رئيسي بالنسبة لنا ان احنا نزود الوعي بالمنتج المصري دي سهمت ان المستهلك بقى كمان بيعرف ان المنتج ده لو انا متعود اشتريه وهو منتج مستورد انا لا فيه مسيله المصري وليه سعر وجودة كويسة جدا واطحالي على المنتج على الموقع السوري وبسعر كويس تنافسي فده فيما يخص العمليات الشراء فيما يخص عمليات التوصيل خلينا نتفق ان اي قطاع جديد بيتبني في قطاعات اخرى بتتبني معاه بتنمو معاه قطاع التوصيل ده من اهم القطاعات اللي بتاخدهم القطاع تجارة الالكترونية هو قطاع محوري في نجاح اي تجارة الالكترونية في اي بلد طبعا لما بتدينا من 6 سنين ن gelatin Rio ده ما كانش يعني كان متواجد بس مش بشكل قوي مش بشكل كبير دلوقتي طبعا مع زيادة شركات التجارة الالكترونية في مصر وعمال التجارة الالكترونية عمضة في مصر ابتدى القطاع ده بيزيد وبينمو وابتدنا نشوف شركات كمان مصرية صغيرة ومتوسطة ابتدت تخش المجال ده ودي وفرت كمان فرص عمل كبيرة جدا لألاف من مندوبين التوصيل اللي بقى ليهم وظيفة سبتة أيما بشكل كبير جدا على نمو التجارة الإلكترونية